السلام عليكم اخباركم ابن ورين دايما معايا بس عبديكم في كل وقت وفي كل اهوان يا مرحب يا مرحب ويا اهلا ببيني شاركس اعداء دائما غامرة بوجودي معاكو وان شاء الله تعالى يعني دايما مع بحض لحيه انه الموقف في نادي الزمالك كما هو لم يتحرك الكل ينتظر ماذا سوف يحدث في قضايا اغسطس بالنسبة للمستشار مرتب مصور وفكرة انه هل سيرشح نفسه مرة اخرى ولا لن يرشح نفسه في انتخابات نادي الزمالك هل يحق لو الترشح اساسا ولا لا يحق لو الترشح حكايات كتيرة هتسمعوها كلها للفترة الجاية لكن بعد ما ينتهي اغسطس او قضايا شهر اغسطس اللي على اساسها هيبان الموقف القانوني الواضح والكامل للمستشار مرتب مصور الذي قال انه اخرج من المشهد وظهر في اكتر من الفيديو بيقول انه موجود في قلب 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 المشهد ان كان فكرة انه يطلع احمد مرتضى منصور انبارح في قناة الزمالك ويتكلم باعتباره ويوصف ويتم بكتابة الوصف القائم بعمل نادي الزمالك فدي هي اول اشارة منذ لحظة الكلام من مستشار مرتضى بانه خارج المشهد انه يبقى فيه حد ده لم يقبل مرتضى منصور احد لم يقبل مرتضى منصور احد انه يكون مكانه غير ابنه بامانة شديدة ومفيش حد يوقع دلوقتي باعتباره يوصف نادي الزمالك الا ابن المستشار مرتضى منصور احمد مرتضى تبك من المبرر اللي تم صياقته لفكرة ليه اختاروا احمد مرتضى رغم انه هو مفيش في اللاحة بتقول احمد مرتضى يعني كاحمد يعني اه مش اعلى الاسوات اه مش الاكبر سنن دي حاجة ولا الاكبر منصب لكن جموعا من البشر تنازلوا عن اي دور ليهم في الحياة اساسا وعن اي دور ليهم في مجلس الادارة يعني مون صحقين او مش فرقة معاهم او يعامل حد تاني شيء للشيلة الصعبة دي ويكون ابن مرضى منصور اللي احد اسباب الشيلة اساسا فخلاص يجي احمد مرتضى رغم انه هو اللاحة بتقول عليه احمد يجي خالص لكن خلاص اتفق البعض واتفق الكل اتفق الاغلبية اتفق الاجمع ايا كان الصياغة على ان احمد مرتضى منصور قائم بعمل رئيس نادي الزمالك ومن ثم في هذه اللحظة مش الطبيعي بقى ان انا اشوف مرتضى منصور في فيديوهات في قناة الزمالك ولا طبيعي نهائي ان انا اشوف اي سطر في المستشار مرتضى مش عارف ايه ولا الطبيعي ان انا اشوف اي بوست يخص نادي الزمالك على صفحة المستشار مرتضى ولا الطبيعي ان انا اشوف اي فيديو على صفحة المستشار مرتضى بيتكلمين عن نادي الزمالك لان جاء الان رئيس ايا كان بقى اسمه احمد مرتضى منصور خالد لطيف لكن في الاغلب في اللحظة دي اعلن عن قائم بعمال رئيس او رئيس نادي الزمالك خالد لطيف تنازل دي مشكلته محل؟ خلاص يباحنا دلوقتي عندنا في الزمالك تعرف تخاطب حد تخاطب حد كده اسمه رئيس نادي الزمالك احمد مرتضى ان كان احمد مرتضى يمشي على ضرب الوالد ودرب الوالد هنا ايه؟ طول الوقت المستشار مرتضى يجي كلمة صالح سليم وقولك صالح سليم الراجل المميز وانه ادارة وانه بتاعه وتقول انه تشعر وكأن صالح سليم هو قضوة اا والمسل الاعلى للمستشار مرتضى تسيك من الكلام بقى ان هو الاول قبل ما يجي الزمالك راح الاهلي ومتقبلش وش عارفين الحاجات دي على جنبك لكنه طول الوقت بيأكد المستشار مرتضى انه عضوا في النادي الاحتشار ومن سمى أبناء وأعضاء في النادي الهجر طيب يجي هنا الموضوع اللي بعده إن أحمد في أولى تصريحاته التي امتدت تلاتين دي أتكلم في مور كتيرة جدا في قناة الزمالك قال إن الأهلي قدوتي وإنا عاوز الأهلي يبقى قدوتنا في الإدارة إنه ده بتكلم كبار الزمالكوية يعني إن أنت تقفوا ودعموا النادي زي ما محمود طاهر ما مش يوقف ورا الخطيب الحقيقة ده صحيح محمود طاهر ما مشي ما مشي أي مشكلة ده حقيقة لجدال أمر واقع لكن المصرشان مرطا ومنصور بيهاجم الناس دي صبح أوليلي يا أحمد عاوزهم إزاي بالهجوم الضاري اللي بيحصل عليهم دول يوقفوا جنبك ووقفوا جنب نادي الزمالك ووقفوا جنب أي حد مش الأولى إنه يبقى في اعتذار من مجلس دارة الزمالك لهؤلاء الناس لحسن لبيب والهشام نصر والممدوع عباس وكل الناس اللي هو المصرشان مرطا مختلف معاهم ويهاجمهم ويقول لك جزميتي مش عارف إيه ويقول مش عارف إيه واللي هضربه بالإيه إيه ده إيه ده مش واجب خلاص بقى رئيس الزمالك واب يقولي الكلام ده مشي جي رئيس تاني مشي يعتذر باعتباره يصنزاك على الكلام ده مشي يقول وطلعوا بيانات ويطلعوا ويحجزوا طب يعني يقدم السابت انت يا سيدي قدم اعتذار من شام الكبار الاعتذار اطلع كده ويقول أنا آسف أنا كمجلس دارة الزمالك نعتذر لكل من أسيئ إليهم جميعهم خصوما ومنافسين وأعضاء اطلع اعتذر من شام الكبار والتليل ان انت تحويل المسئولية ان انت اقوى ما اغطقتش مش انت اللي غلط لكنت دلوقتي رئيس الزمالك ومن ثم تعتذر عن اي اخطاء قام رئيس الصابخ لها باسم نادي الزمالك ساعتها يبقى انت عداك العيب ايما تيجي تقول منذوع بس ما جابليش او ما سحبش انا قعد ناخد وندي تقول ان حسين لبيب ما دعمنيش ناخد وندي ان تقول ان سين ما دعمنيش ناخد وندي لكن لازم تعتذر اللي اول أليس اولى بالاعتذار المجزة الزمالك يكتمع كده ويطلع بيان يعتذر فيه بالاسم لكل رمز اهين من قبل رئيس الزمالك السابق الذي اصبح سابقا خلاص لا جدالة فيه بقائم الاعمال اللي موجود دلوقتي حتى لو كان ابنه اللي بيتعامل الى الاهل قدوته الاهل قدوته انت شفت محمود الخطيب بيهاجم مصطفى يونس شفت محمود الخطيب بيهاجم ضياء السيد لا بيهاجم علاء ميهوب لا اقول اسامي يعني بشكل عام يعني مش قصدي حاجة طب عد بقى انت مصرشان مرتضى هاجم مين فاروق جعفر على حسن الشي حتى على حزم امام على سين اللبيب على كمال درويش على اسماعيل سليم عد ممكن نبسك وراء وقلم ونعد ونكتب ورقة تنزل غط الارض كده اولى لاعتظار طيب الحاجة التانية وده الكلام اللي قاله الاحمد مرتضى في الحوار والمدخل مبالح تمام قال ايه انه سيريو قعدنا معاه كلمنا عن الصفقات ان كان الف وصل الكلام صياغة مهمة وديه الحقيقة قال ان الاولى باللاحظة دي ان المجموعة اللي معايا اللي مست احملالي كل الالعاب كورت القدم وغيرها ان انا ادفع لها الفلوس وعد كده ابدأ اشوف وضوع فك القيط وان زانج غني ومعايا ونقدر لها الحجوزات ماشي اعتبر الكلام ده صحيح وانه انا موافق لو انت بتسأل ان هقولك انا موافق يا عم ان انت تدفع الفلوس اللي موجودين لان هم دول اللي موجودين احب شفنا ايه بحد لقى ان احنا بديو الفوتات باللاحظة دي على فكرة فوتات يعني فوتات بقايا مبقاش فيه في السوق حد تدخل تنافس عليه اساسك مين النادي الاهلي اللي معاه فلوس قد كده وبيجيلوا بالدولات وكده ما جاب اتنين امام عشور وردس ليه ما جابش حتى المهاجم ما عنده بيمشي لكن ما جابش مش لاقي انت هتلاقي دي قصة تانية اه ممكن محمود حمادة ممكن محمد شحاتة قط وسط يعني حتى احمد عيد ما عرفتش تقعده حتى احمد ابو منصور ما عرفتش تقعده الراجل بسق ميكروفون وقولك عاوز باك شمال عاوز بمساج بيلعب برجل الشمال كان في ايدك احمد ابو منصور ما عرفتش كان في ايدك اي من اشرف وما عرفتش ايا كان لكن في اللحظة دي هو رئيس الزمالك الحالي بيقول ان ما فيه صفقات دلوقتي وان الاولوية في الفلوس اللي هتتوفرلي ادفعها للعيبة اللي موجودة معي احييك لان دول اللي هيشيلوا الزمالك دول اللي مفروض ياخدوا نادي الزمالك في المنطقة تانية خلال فترة الجاية طيب في نفس اللحظة دي المعلومة اللي عندنا والله اعلى واعلى والله اعلى واعلى ان النهاردة فيه جلسة من يطلق عليها جلسة منتصف الليل جلسة تجمع بين والد احمد زيزو الذي يضغط بشدة للانتقال الى الشباب بل هناك من يؤكد ان تم التوافق على كل الامور الشخصية الخاصة باحمد زيزو مع نادي الشباب تم الاتفاق على المقابل المالي اللي هياخده احمد الذي يقول البعض انه لن يقل عن ثلاثة مليون دولار في السنة وان العقد فوق الثلاث سنين او ثلاث سنين هذا رقم كبير جدا ثلاثة مليون دولار في ثلاث سنين تتجاه في تسع مليون دولار يعني ويمكن اكتر الله اعلى واعلى ويمكن اقل بسيطا الله اعلى واعلى لكن رقم في جميع الاحوار رقم ضخم في نفس الوقت الجلسة دي هي جلسة عشان والد احمد زيزو يضغط على اقدارة الزمالك الذي يبدو بالنسبة لي ان هي بتغير موقفه اخر حاجة كتابها المستشار على صفحته انه احمد مرتضى وامير رفضين رحيل زيزو لكن تعالوا لك مجل زدارك تبع وارتقى وبتاع ووافق الكلام دلوقتي ان الجلسة دي اللي هيضغط فيها والد زيزو على اقدارة الزمالك بان انتو يا جماعة هيوصل مثلا الرقم المتوقع على فكرة ما بين خمسة لسبعة مليون دولار خمسة لسبعة مليون دولار هيدفعوا من اخواتنا بتوع الشباب وده رقم هيتقالك الرقم ده اللي هيفك ازماتك تاخد منهم اتنين مليون دولار لجبونة وبتاعه ومعاك خمسة مليون دولار تانين ولا حاجة ولا اربعة اي ان كان الرقم يعني بتقدر بقى تجيب من شار ايه تقدر تجيب صفقات وتطوي نفسك ويباح ما تفكلكم الازمة كلها واحنا استفدنا وانتو استفدتوا اللاعب استفدتوا واحنا استفدنا واحنا استفدتوا واحنا استفدنا والشباب استفدتوا ربنا كله زي الفل ومش عارف ايه بتاعه واحنا مش هنلعب في مصر الا للنادي الزمالك ونضع كل القوائل اللي مش عارف ايه ليؤكد لكم واحنا اللي صراعنا نادي الزمالك ولادي زيك والله صراعنا الحقيقة بس بقى انه زيزو يرجع الى وميرجعش لو زيك ما الشاد بيش قصتش انا قصتي ومن امبرح بقول طب الفلوس دي هتتصرف ازايش لو جات الفلوس بتاع زيزو دي هتتصرف ازايش اتمنى انا هتتصرف صح طيب الجلسة دي بتقول طالما ان فيه جلسة لتحديد المصير وصيرك من صياغة بيرسي تاو و بيرسي تاو تاو ولا الكلام ده خالص هم العظيم بيرسي تاو كانوا خدوا بيرسي تاو بيرسي تاو مش زيزو خالص يعني اللي بيفكر بس شخصية اداء وطريقة بيرسي تاو مش هي زيزو فمفيش واحد ياخد بديد واحد عكس التاني تماما يعني بيرسي تاو مش هو احمد سيد زيزو ولا زيزو هو بيرسي تاو فمحد يجي يقول انه الشباب صار في النظر عن زيزو رايح يشوف بيرسي تاو يا راجل ده شخصية وطريقة وده اداء ده مدير الفني اللي تاو ده لو اقدرت الشباب خدت بالها من كده تمشي ده مدير فني تاو مش عايف كيف عاوز زيزو في بروفايل واحد زيزو لو انا عايزه مش هجيبه هجيب زي بروفايل زيزو زي ما الراجل كده قسره وقال لك انا عاوز مهاجم ابراهام موفيتش لو هو يوقف بالارض ومحطة ما تقولوش راح اجيبلك مثلا كان محمد شريف عاوز مش محطة مثلا ما مش هي كده يعني فهنشوف ان كان الاتجاه السائد وليقولتو مبارح ان زيزو ههتم بياحو وانا بقى مش بماهد طالص مش بماهد لكن انا بقول الواقع اللي زمالك في اشد الاحتياج الى المال خصوصا ان احمد مبارح وهو بيتكلم رئيس الزمالك الحالي احمد مرتضى منصور وهو بيتكلم قالت دوني شهر او شهرين على مخلص مشكلة الدرايب حجوزات الدرايب الشهر او شهرين الموسم بدأ الموسم بدأ فيعني الموضوع ما فيهوش اي مناقشة الاتجاه الوحيد لانقاذ موسم الزمالك هو وبيع العينة ما حبيش حاجات لفاتوح لكن جات لزيزو ويبدو بالنسبة لي ان زيزو عاوز يمشي العرض المالي يبدو انه كبير الشخص يعني بتاعه وليك في وسط تلاتة مليون دولار في السنة فاكتر من اللي بياخده هنا ثلاث مرات او اربع مرات في الزمالك فبالتالي اغراء اغراء شديد احنا بنشوف نجوم زملتوية بيسيبوا شغلهم ويروحوا ويشتغل في السعودية وبنشوف نجوم ومحللين في قنوات مصرية بيشتغل في السعودية في الدوري السعودي فانا هجا اقول لي زيزو متوقتش على اساس ايه يعني ما يمكن اراخد اروح ها هدى عارف المهم لكن في اللحظة دي في نداء عمله طارق رضا عبدالعال اسف كابتن رضا عبدالعال وهو لمجلس دلت الزمالك استقيلوا انتو مش قدي الشيلة ولا بصراحة نداء انا بقوله من زمان لكن انا عاوز اقول لكابتن رضا ان هذا نداء لن يسمع واحد لانه مبارح كان واضح جدا 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 من كلام احمد مرتضى اهلا وسهلا بالرئيس والنائب اللي هيجي على مجلس كامل متماسك اعضاء قطعة واحدة للمجموعة اللي موجودة هيجي رئيس ونائب وبس معهم عشرة مش بتوعهم يعني لو مرضى اصول ما دخلش الانتخابات وفي الاغلب مش هيدخل الانتخابات دي تمام وترشح احد اقسين صاد ممدوع عباس مثلا جهت ومعاه عمر الجنين مثلا اتنين فوسط عشر هو ده المبرر بقولك احنا باش كنا بنتفاكل احنا ان احنا رجعنا تجمعنا تاني فاعزو لي الكابتن رضا ان هذا النداء لن يسمعه احد نداءك لن يسمعه احد فان كانوا يريدوا ان يسمعوا النداء ده فكانوا سمعوه من اكتر من شهر كان ساعتها مو كمورت تتغير لكن هما مسمعوش لا دراحو جاءلك ده احنا رجعنا احمد دابس ورجعنا سليمان واحداد فالنداء ده خلاص انساء فيه اتخابات في الزمالك فيه اتخابات في نيد الزمالك فاتح عبا الترشح على المقعدين يوم واحد وثلاثين كام عشر الانتخابات امتى يا فانديم فيه خمستاشر عشرين ديسمبر خلاص؟ المجلس ده اما يكتبت بالرئيس والنائب اللي في شهر اتنشر هيقعد اربعة وعشرين كلها وخمس وعشرين كلها سنتين بس وتجرى الانتخابات في ديسمبر برضو خمسة وعشرين فاللي هيجي هيقعد سنتين كرئيس ونائب وعلى المجلس ده ايه اللي هيجرى خير الفترة اللي جاية في نيد الزمالك؟ زي ما نقول لكم في البداية ان شهر اغسطس ده شهر حاسم جدا في قضايا المستشار المرتضى منصور ومن ثم هتبان امور كتيرة جدا هيتحق له الترشح ولا لن يحق له الترشح الانتخابات اللي جاية اللي هي سواء كانت انتخابات تكملية او حتى لو المجلس ده قد ما استقلته ووفاته حباب الترشح هيحق له ولا لا قصة كبيرة جدا لكن كل ده هذه الامور متوقفة على الموقف القانوني والقضاء الذي مع نهاية هذا الشهر او خيال الاسبوع اللي الجاي في امور كتيرة هتكون اكثر وضوحا السلام عليكم